اشتركوا في القناة سالب تنين مش إذا اختلفت نطرح والإشارة للأكبر الواحد في عملية الضرب بنسمي العنصر المحايد لأنه راح يضل العدد على ما هو عليه لما أضربه في واحد اختصر مثلاً ستة تقسيم ثلاث فيها اتنين المقلوب يعني قلب المواقع دون المساس بالإشارة اللي معا إشارة إشارته بالضل معا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء يعطيكم العافية في الحصة الفاتة طلبتكم أنكم تحفظوا جدول الضرب يا رب تكونوا حفظتوه ما هي جمعة الخير المادة مبنية على بعض جدول الضرب بعدين بدنا ناخد بعدي الأسس والقوة بعدين انتوا بتعرفوا الوحدة الأولى الاقترانات الأسية واللغريتمية يعني كلياتها مبنية على الأس اللي هو أصلاً مبنية على جدول الضرب عدا عن أنه أولويات العمليات الحسابية وإيجاد قيمة الاقتران عند أي نقطة هذا بلزمنا جدول الضرب فيه ما في نقاش بدنا نحفظ جدول الضرب بدنا نحفظه الله بيعينكم تعالوا حافظينينا اليوم إن شاء الله في حصتنا بدنا ناخد ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة ولما نحكي ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة يعني إحنا بنحكي عن عدد صحيح ما إلو فاصلة عشرية ولا يتكون من بسط على المقام عدد عادي مثل العدد مثلاً أربعة أي العدد أربعة عدد عادي فيهو شيش بدنا نضربه مثلاً في عدد فلنفطار ضتنين بدنا نكون حافظين جدول الضرب أربعة ضرب اتنين قديش تساوي قالوا والله تساوي تمانين خلصنا أربعة في اتنين تمانين المشكلة اللي بتواجه الطالب لما تيجي قصة السالب والموجب وهي على فكرة مش هديكة المشكلة العظيمة يعني أنا لو بدي أضرب فلنفطار سالب أربعة بدي أضربها في العدد اتنين طلع شو بأعمل بالأول بدرب الإشارات لحال بعدين بدرب الأعداد لحال يعني بدرب سالب ضرب اتفقنا إنه اللي ملوش إشارة شو إشارته موجب سالب ضرب موجب اللي هي تساوي سالب وأربع ضرب اتنين اللي هي عبارة عن تمانية إذن ضربنا الإشارات لحال بعدين ضربنا الأعداد لحال وبشكل عام في حالة الضرب وكذلك في حالة القسمة إذا اختلفت الإشارات عن بعض بكون الناتج سالب يعني خليكم معاي لو ضربت سالب في موجب راح يعطيني سالب كذلك إذا ضربت موجب في سالب أيضا راح يعطيني سالب وهذا الكلام مش بس في حالة الضرب أيضا في حالة القسمة يعني أنا لو قسمت سالب على موجب برضو راح يعطيني سالب وانقسمت موجب على سالب برضو بده يعطيني سالب إذن في حالتي الضرب والقسمة سواء كنت بحكي عن سالب في موجب أو موجب في سالب على الجهتين سالب اختلفت الإشارة فالناتج سالب في حالة القسمة سواء سالب على موجب أو موجب على سالب على الجهتين راح يعطيني سالب إذا اختلفت الإشارات في حالة الضرب أو القسمة فالناتج سالب أما إذا تشابهت فالناتج موجب يعني مثلا أنا أجيت حكيت هيك سالب ستة تقسيم سالب ثلاث من أقول هيك سالب عسالب بيعطيني موجب هلا لو ما خطيت الموجب عادي مش اللي منواش إشارة إشارة موجب لكن جرت العادة وإحنا من حل يا جماعة الخير إنه لما أشوف سالب عسالب أشيلهم مع بعض عشان ما أشغل بالي فيهم وستة تقسيم ثلاث فيها اتنين حتى لو بدي أضرب مثلا سالب خمسة خليني أحكي في سالب ثلاث قديش راح تعطيني بقول سالب ضرب سالب تعطيني موجب واللي ملواش إشارة يا جماعة إشارة موجب كتبناها أو ما كتبناها نفس الإشي بيضل علي ضرب الأعداد خمسة ضرب ثلاث اللي فيها خمستاش إذن كمان مرة قبل ما نبدأ نحل أمثلة في حالتي الضرب والقسمة ما هي القسمة نفس الضرب القسمة نفس الضرب إذا تشابهت الإشارات فالناتج موجب سواء ضرب أو قسمة أما إذا اختلفت فالناتج سالب هذا الكلام هلأ راح نطبق عليه من خلال عمليات الضرب والقسمة للأعداد الصحيحة لاحظوا أنا بحكي عن عدد صحيحة ركزوا معاي ونبدأ نحل في أمثلة معينة حكي لتنين ضرب سالب أربعة سبحان الله نفس المثال طلع بس ما هو الضرب عملية تبديلية يعني سواء حكيت سالب أربعة ضرب اثنين أو تنين ضرب سالب أربعة رح يطلع نفس الناتج أنا شو بدي منكم في حالتي الضرب والقسمة تخلصوني من الإشارة تعطوني إياها بعدين تبقوا تضربوا أو تقسوا الإشارة موجب وهنا الإشارة سالب موجب ضرب سالب فيها سالب واثنين ضرب أربعة فيها تمانية ليش طلعت التمانية هيك ما بعرف بدنا نحاول إننا نكتبها منيح يعني هيك أحسن اللي هو مشي أحسن من الإشي تعالوا عمثال غيره سالب تلات ضرب سالب خمسة ما لي أنا معقول كنت حافظهم من هون مثلا عفكرة عملية الضرب عملية تبديلية يعني هيطلع الجواب خمستاش تعالوا تعالوا سالب ضرب سالب موجب بديش أحط الموجب تلات ضرب خمسة عبارة عن خمستاش يبقى الجواب خمستاش لحظوا خلصت الإشارة بعدين التهيت في الأعداد أعطونا الإشارة اللي ما لهش إشارة يا جمعت الخير شو إشارته موجبة طيب والستة برضو هي التانية ما لهاش إشارة يبقى موجب موجب ضرب موجب موجب اختصارا ما نحطش الموجب ولو طالب ما شغل باله خلص أربعة في ستة ما فيه إشارات أحسن وحسن أربعة ضرب ستة مباشرة شو منقول أربعة وعشرين تعالوا معي هون سالب خمسة ضرب واحد سالب ضرب موجب سالب ما هو الواحد إشارته موجب وخمسة ضرب واحد اللي هي عبارة عن قديش عبارة عن خمسة شو بدي منكم هون 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 بالذات هون لما ضربت هذا العدد اللي اسمه سالب خمسة في واحد مش ضل نفس ما هو كررنا مرة واحدة يعني هو على ما هو عليه فبشو بدي منكم تكتبوا هون ملاحظة صغيرة إنه أي عدد أي عدد في الدنيا شو مكان هذا العدد أي عدد ضرب واحد رح يعطيني إيش العدد نفسه أي عدد ضرب واحد رح يعطيني العدد نفسه شو مكان هذا العدد بشكل عام الضرب في واحد بثبت الشيء يعني لو بدي أضرب إكس في واحد هتعطيني إكس اتنين إكس تكعيب في واحد هتعطيني اتنين إكس تكعيب أي عدد ضرب واحد بيعطيني نفسه كذلك الواحد لو ضربنا في أي عدد واحد ضرب أي عدد أيضا رح يعطيني العدد نفسه أي عدد ضرب واحد بيعطيني نفسه وواحد ضرب أي عدد حيعطيني العدد نفسه تعالوا نشوف بالنسبة للصفر تمانية ضرب صفر أنا ما كررتها ولا مرة صفر أي عدد ضرب صفر حيعطيني صفر بدنا نكتبها أي عدد ضرب صفر اكتبوا لنا إياها شو رح تعطينا رح تعطينا صفر وبما أنه الضرب عملية تبديلية يبقى لو قلبت المماكن وحطيت صفر ضرب أي عدد صفر ضرب أي عدد شو رح تعطيني ليش طلع معاي العدد هيك أي عدد أو صفر ضرب أي عدد رح تعطيني أيضا صفر اتذكروها رح نستخدمها كتير أي عدد ضرب صفر يساوي صفر وصفر ضرب أي عدد أيضا يساوي صفر تعالوا لننتقل هون قال في مثال قبله إن شاء الله لا لا في مثال قبله سالب ثلاث في سالب خمسة في اتنين طالما كلها عمليات ضرب كلها عمليات ضرب بضرب الإشارات لحال بعدين بضرب الأعداد لحال تعالوا نضرب الإشارات سالب ضرب سالب موجب طيب موجب ضرب يملوش إشارة إشارته موجب سالب في سالب قلنا موجب موجب في موجب موجب بيديش أكتب الموجب ثلاث ضرب خمسة خمسة عشر خمسة عشر ضرب اتنين تساوي تلاتين طالب بقول لك خمسة عشر في اتنين تقيلة ما هو الضرب عملية تبديلية يعني لو طالب ضرب هيك بالعكس مين إلو عنده اتنين ضرب خمسة عشر وعشر ضرب تلات تلاتين طالب جاي على باله أول إشي يضرب لتنين في الثلاث والجواب يضربه في خمسة برضو ما حدش إليه عنده ما هي تنين في ثلاث ستة وستة في خمسة برضو تلاتين فإذا صعبت عليكم عملية ضرب دايماً ها بس كلها ضرب ابدوا في الأرقام اللي بتشوفوها مناسبة ممكن واحد دي يستسهل اتنين في خمسة عشر وعشر في ثلاث تلاتين صح ممكن طالب من أول هاتلات في خمسة خمسة عشر خمسة عشر في اتنين تلاتين طالب بقول لك خمسة عشر في اتنين مش عارف يطلعها ومستصعبها آه عادي يوم الامتحان ممكن يصير أي شي انتوا نقوا الطريقة السهلة الطالب ينقوا الطريقة الأسهل بالنسبة لألوم تعالوا نشوف المثال هذا سبعة ضرب سالب ستة ضرب صفر ضرب صفر ضرب صفر أي عدد ضرب صفر وينها؟ أي عدد ضرب صفر راح يعطيني صفر طب أنا أتعب حالي وأعد أفكر في سبعة ضرب سالب ستة اللي هي حتطلع موجب في سالب سالب وسالب اتنين وأربعين عالسريع مش في الآخر انضربت في صفر كلها ضرب صفر صفر لو طالب بتدو يدقق بقول لك لا أنا مش مصدق يا سيدي أضرب سبعة في سالب ستة وبعدين أضربها في صفر سبعة في سالب ستة سالب اتنين وأربعين طب سالب اتنين وأربعين ضرب صفر راح تعطيني صفر لما نتلاقوا عمليات ضرب عمليات ضرب أنا ما بحكي عن جامعة طرح عمليات ضرب وفي آخرها ضرب صفر على طول أول وصفر تعالوا نشوف هذا المثال الواحد ضرب سالب تسعة ضرب سالب أربعة طلعوا أصلا واحد ضرب أي عدد بيعطيني العدد نفسه يعني كأنه الواحد مش موجودة يعني صفت القصة بين السالب تسعة والسالب أربعة طب سالب في سالب موجب بديش أكتب الموجب تسعة ضرب أربعة ستة وتلاتين طلعوا محلاها الواحد ما يعمل لي قصة لو طالب بديه يدقق على الواحد يا سيدي تعال اللي ملوش إشارة إشارته موجب موجب ضرب سالب قالوا والله سالب وسالب في سالب موجب ما كتبناهوش واحد ضرب تسعة تسعة وتسعة ضرب أربعة ستة وتلاتين بشكل عام هاي محلول بشكل عام يا جماعة أنا بفضل في عمليات الضرب والقسمة أول إشي نخلص من الإشارة بعد ما نخلص من الإشارة نلتهي في الأعداد نشوف أمثلة هلأ على القسمة خمسة وعشرين تقسيم خمسة ولا جايب لسيرة الإشارات طب أغلب حالي في إشارة ليش خلص طب تعالوا على هذا سالب على موجب سالب وتسعة وأربعين تقسيم واحد تسعة وأربعين لاحظوا ما تغير الرقم ظل سالب تسعة وأربعين ليه؟ لأن قسمناه على واحد إذن على السريع أي عدد شو مكان يكون بس غير الصفر أي عدد تقسيم العدد واحد شو بيعطيني يساوي نفس العدد نفسه الها ضمير متصي يعود على العدد نفسه أي عدد تقسيم واحد يعطي العدد نفسه طب تعالوا تنقسم سالب سبعة وعشرين على ثلاثة يلا نقسم سالب على موجب سالب بتقسم السبعة وعشرين على ثلاثة آه بتقسم فيها تسعة إذن سالب تسعة لكن تعالوا على السبعة وعشرين على ستة ما بتقسم ما بتقسم فيش إشي لو ضربناه بستة حيعطيني سبعة وعشرين ما فيه إذن هون بدنا نلجأ لأسلوب الاختصار بالله نتبه يا جماعة الخير الأرقام اللي دائماً منفكر فيها قبل غيرها إنه إيش يختصر البسط والمقام عليها بجرب أول إشي أقسم على الثلاث زبط زبط ما زبط بروح للعدد اللي وراء اللي هو الثلاث زبط زبط ما زبط بروح للعدد اللي وراء اللي هو الخمسة وإذا ما زبط بروح للعدد سبعة هلأ احتمال نختصر أكتر من مرة حسب الأعداد إذا كبيرة ولا صغيرة هذا العدد الثلاث يا جماعة تعالوا بدي أجرب أقسم السبعة وعشرين والستة على اتنين حتى أختصر طب هي سبعة وعشرين بتقسم على اتنين ما بتقسم حتى لو الستة قسمت على اتنين إحنا لما بدنا نختصر يجب أن يكون البسط وكذلك المقام كلاهما يقبلان القسمة على نفس العدد طيب السبعة وعشرين ما قسمت على أتنين خلص الغولي الخيار أتنين تعالوا شوفوا الخيار ثلاث هل السبعة وعشرين بتقسم على ثلاث هل الستة بتقسم أيضا على ثلاث برضو أه إذن هون بقدر أقسم البسط على ثلاث والمقام على ثلاث سبعة وعشرين بقسمها على ثلاث والستة أيضا بقسمها على تلات سبع وشرين تقسيم تلات فيها تسعة وستة تقسيم تلات فيها اتنين إذن الجواب بأبسط صورة تسعة على اتنين ليه؟ لأنه ما في عدد التسعة والاثنين بيقبلوا هما الاثنين القسم عليه إذن انتهى الحل تسعة على تنين تعالوا الأبا صفر تقسيم سالب تلات صفر تقسيم سالب تلات يساوي صفر على السريع صفر تقسيم أي عدد غير الصفر طبعا شو رح تعطيني في الآخر رح تعطيني صفر اكتبونا إياها عندكم صفر تقسيم أي عدد رح يعطيني الصفر طب تعالوا نشوف هذا المثال سالب مية وعشرين على عشرة العشرة إشارتها موجب مش لما لوش إشارة إشارته موجب سالب تقسيم موجب فيها سالب مية وعشرين تقسيم عشرة فيها اتناش يا الله يا أستاذ ما أذكاك ولا ما أذكاك ولا عشرة على الشجرة يا جماعة الصفر مع الصفر بيروح شو بتضل عندي؟ اتناش تقسيم واحد وأي إشي تقسيم واحد يساوي نفسه هلأ خليني أخلص من الإشارة سالب على موجب سالب نيجي للأعداد شلولي الصفر مع الصفر بتضل اتناش على واحد طب اتناش تقسيم واحد رح تعطيني الاطماش نفسها ستة وتلاتين تقسيم صفر ها شو بديه يقسمها؟ ما فيه إشي اسمه إني أقسم على صفر القسمة يعني أقسم على ناس موجودين عندي مثلا معي عشر دلنير بدي أقسمها على اتنين عشخصين كل شخص قديش بعطيه؟ خمسة هذا بياخد خمسة وهذا بياخد خمسة العشر دلنير نفسها لو بدي أقسمها على عشر أشخاص كل شخص بعطيه دينار 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 العشرة لو بدي أقسمها على خمس أشخاص عشرة تقسم خمسة كل واحد بعطيه دينارين لحظه بقسم على عدد غير الصفر طب العشرة بدي أقسمها على واحد يعني بدي أعطيها على واحد بعطيه العشرة كاملة أما العشرة بدي أقسمها على ولا إشي ولا الستة وتلاتين على ولا إشي هذا بيعطينا إشي غير معرف غير معرف ستة وتلاتين على صفر قيمة غير معرفة معرفة بشكل عام يا جماعة أي عدد انتبهوا معاي لما بدي أقسمه على الصفر شو كي بدي أقسمه هذا حيعطيني قيمة إيش منقول قيمة غير معرفة قيمة غير معرفة لما أقسم على صفر يعني أنا ما بعرف على إيش بدي أقسم فقيمة غير معرفة بالنسبة لإلي في المنهاج القديم في النهاية كنا نحكي غير موجودة بالنسبة لطلاب الأدبي والفندق لكن إحنا هون بما أني أنا بحكي عن أعداد عادية مش عن نهاية مش عن لمت فبدأ أقول عنها غير معرفة تعالوا 49 تقسيم 21 هل في جدول الواحد وعشرين فيش إشي لو ضربت بواحد وعشرين بيعطيني 49 برجع للقصة ما غيرها بدي أجرب أقسم على 2 ما أضبط أقسم على 3 ما أضبط أقسم على 5 ما أضبط أقسم على 7 هل التسعة وأربعين بتقسم على 2 لا خلص ما تفكروا في الواحد وعشرين طالما اللي فوق ما أضبطت معاه الاتنين سواء ظبطت ولا ما ظبطت مع اللي تحت إلغوا لي الخيار 2 تعالوا للتلات هل التسعة وأربعين بتقسم على 3 لا انسوها بنو الطالب بقولك طب ما الواحد وعشرين بتقسم على 3 يا أخوي آه بس التسعة وأربعين ما قسمت كلاهما بوث أوف ذم لازم يقسم على نفس العدد ما ظبطت الثلاث إلغوا خيار 2 إلغوا خيار 3 نيجي للخمسة الـ 49 برضو لا نيجي للسبعة آه بتزبط طب هل الواحد وعشرين بتزبط برضو الواحد وعشرين بتزبط سعتها بدي أقسمها البسط على هالسبعة هاي والمقام على هالسبعة هاي شو حتعطيني تسعة وأربعين تقسيم سبعة سبعة وشو حتعطيني واحد وعشرين تقسيم سبعة ثلاث إذن هذا هيك بأبسط صورة سبعة على ثلاث تعالوا نشوف ست عشر دينار تقسيم ست عشر واحد كل واحد بياخد قديش دينار كإني بقول هيك إنه أي عدد تقسيم نفسه شو رح يعطيني يا جماعة الخير رح يعطيني واحد أي عدد تقسيم نفسه على طول رح يعطيني واحد صحيح طيب تعالوا نشوف هذا السؤال قال سالب على موجب سالب ستة وتلاتين بتقسيم مع ثلاث نعم اتناش هاي ها طلعت إجابتها هون طيب هاد بشكل عام ايش ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة استنوني في الحصة الجاي بدي أعطيكم ضرب وقسمة الأعداد الكسرية وهاي نهاية هذه الحصة كل التوفيق للجميع الله يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة